وحول هذا المنضوع السرونان ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد الخليفة نائب رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية أهلا مرحبا بك سعادة اللواء في هذه النشرة إذن حدثنا أكثر عن دور وزارة الداخلية في المساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم شكرا على هذا اللقاء طبعا بتوجيه من سيدي معالي وزير الداخلية تم أخذ جميع الإجراءات من قبل الإدارات المختلفة وزارة الداخلية سواء كان في الجمارك أو الهجرة والجوازات والإدارات الأمنية والإدارة العامة للمرور وذلك لتسهيل وصول الفرق المشاركة وتسهيل وصول الجماهير المختلفة من جميع دول العالم وأيضا تنظيم حركة السير والإجراءات الأمنية في مختلف المناطق سواء كانت السياحية أو منطقة إقامة الفعالية وهي حلبة البحرين الدولية للسيارات نعم سعادة اللواء ما هي استعدادات غرفة العمليات والإجراءات الأمنية داخل حلبة البحرين الدولية لهذا العام بالنسبة عن دور وزارة الداخلية وقرفة العمليات بالذات في إدارة الحدث طبعا كل سنة نزيد على ما نستفيد من النجاحات السابقة وذلك بإضافة العديد من الأمور التي تسهل على الجمهور للوصول للحلبة وأيضا تسهل علينا لتقديم الدعم والإسناد ومساعدة أي شخص محتاج لأي مساعدة أمنية وبالشراكة مع المنظمين في حلبة البحرين الدولية وتم نشر كل القوات سواء كان من الإسعاف الوطني أو الإدارة العامة للمرور وذلك تسهيل الحركة والوصول والخروج من الحلبة ومساعدة الجمهور في أي حدث طارئ كان نعم سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد الخليفة نائب رئيس الأمن العام في وزارة الداخلية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك